السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح طريقة تعطيل جدار الحماية في وندوز 11 فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسعونها تروحون على قائمة ابداء تضغطون كليك يمين رح تظهر معكم هذه الخيارات من هنا تروحون على خيار الاعدادات رح تفتح معكم الواجهة بهذه الطريقة من هنا تنزلون على خيار الخصوصية والامان تضغطون عليه وبعدين تضغطون اول خيار اللي هو امن الوندوز فهنا يا شباب تضغطون على اول خيار رح يفتح معكم بهذه الطريقة فمن هنا تروحون على ادارة الاعدادات اذا كان يا شباب عندكم برنامج تبغون تحملونا بشكل مواقت وكل شوي جدار حماية الوندوز قاعد يرفض معكم فقط تقفلون هذا الخيار بهذه الطريقة وتضغطون نعم بعد كده تقدرون تحملوا البرنامج وبعدين ترجعون تشغلون هذا الخيار ولكن يا شباب اذا تبغون تقفلون جدار حماية الوندوز تقفلون هذه الصفحة فمن هنا يا شباب من هذه الخيارات تروحون على جدار الحماية وحماية الشبكة تضغطون عليه رح تفتح معكم هذه الواجهة من هنا تروحون على خيار شبكة خاصة وبعد كده توقفون تشغيل هذا الخيار فكده يا شباب بكل سهولة لو تلاحظون تم اغلاق جدار الحماية عندنا في الوندوز 11 فهذا كان شرح اليوم اذا حابين تعرفون اكثر على الوندوز او التطبيقات الاخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة